ومكملين معاكم بدنيا يا دنيا ومعنا رند الديسي لحتى تحكي لنا أكتر عن كيف الواحد ممكن يتخلص من مشاكل الحرق البطيء صباح الخير صباح البرد أهلا وسهلا رند كيفك؟ أهلا برد تمام وانت كيفك؟ تمام حبيبتي كتير ميحة يمكن أكتر إشي بالزعاج لما تلاقي أن الوزن وقف عند مثلا نقطة معينة بطل يحرق أول ناس اللي بقول لك أن الحرق عنده بطيء بنرفز يعني ليه عادة بصير هاد الشي مضبوط تعرفي هالمشكلة بتكون عند كتير من الأشخاص ما بنعرف السبب الرئيسي أنه الجسم عم بيوقف بخسارة الوزن أو بنشوف أشخاص وزنهم كتير عالي عم يتبعوا نظام غذائي قليل بالسعرات الحرارية ولكن للأسف ما عم بيكون عندهم خسارة بالوزن هون نحن بنحكي عن مشاكل الآيد ما بنحكي عن مشاكل زيادة وزن أو زيادة استهلاك أغذية ممكن تأدي إلى زيادة بالوزن فببعض الحالات نحن لازم نتطلع مش بس على فكرة أني بدي أخفف أكل أو أتبع نظام غذائي ممكن أجيبه من الانترنت وهذا النظام الغذائي يكون مبني على التمر واللبان أو على التفاح أو على شربة الملفوف في كتير أغذية أو أنظمة غذائية هلأ عم تكون مشتهرة ولكن إحنا بنركز بشكل كتير أكبر على فكرة أني بدي أتطلع على مكونات الجسم لحتى أقدر أعمل النظام الغذائي الملائم لكل شخص علما بأنه شغلة كتير مهمة للأشخاص لازم تنتبه لها أنه أجسامنا مختلفة عن بعض الكتلة العضلية، الكتلة الدهنية، الكتلة المية الموجودة بجسمي أكيد غير عن الموجودة بأجسامكم وعشان هيك أنا لكل شخص بتطلب أني أشوف المكونات تبعة الجسم بالإضافة أنه يكون فيه نظام غذائي مخصص لهذا الشخص تمام، يعني على أساس الجسم وعلى أساس الكتلة العضلية الدهنية، يعني فيه ناس ربما ما عندهم عضل كتير، عندهم فات أكتر أكيد، صحيح أوكي وهلأ رح نحكي بالتفصيل عن هاي الأشياء فإحنا دائما بنلجأ لنفكرة أنه نحنا بنحكي عن الميتابوليكريت أو نسبة الأيد بالجسم واللي هي بتدل على العمليات الكيميائية اللي بتكون موجودة بالجسم كلما كان الأيد نسبته أعلى كلما كانت حرق السعرات الحرارية عندي بيكون أسرع فبيكون جسمي نشط أكثر، بيكون عندي الخلايا العضلية بتفوز على الخلايا الدهنية أو الكتلة العضلية بتكون أعلى من الكتلة الدهنية فبهاي الطريقة الجسمي بيقدر يتخلص من الدهون بطريقة أسرع فيه أشخاص بتعاني من مشاكل بالأيد وبممكن هاي المشاكل إما تكون وراثية في بعض من الحالات بيشوف أن الأم بيكون عندها زيادة وزن أو الأب بيكون عنده زيادة وزن وبيورثوا هذا الأشي للأطفال فهون بفوت دور أخصائية التغذية يمكن أنها تقدر تعرف شو الأشي الغلط اللي بالنظام الغذائي تبع هذا الشخص واللي نحنا لازم نصححه ليأدي لخسارة الوزن كل شيء ممكن تعديله، يعني ما فيه مثلا حرق بطيئة أو أنه ممكن ما يتعدل لا، ما فيه شيء ممكن يتعدل يعني بالعادة عدم القدرة على خسارة الوزن بيكون فيه سبب نحنا منسميه أو سبب هو اللي عم بيكون عم بيؤدي إلى مشكلة زيادة الوزن زيادة الوزن مش هي المشكلة الأساسية بيكون فيه مشكلة مخبية تحتها بتكون عم بتأدي إلى زيادة الوزن إما مشكلة بالتكيّوس المبايد أو عندي مشكلة بالغدة الدرقية أو بنسب الفيتامين دالو والكالسيوم اللي عندي بالجسم فبهاي الطريقة نحنا لما نحدد شو السبب الرئيسي اللي عم بيؤدي إلى زيادة الوزن ممكن أن نحنا نتخلص من هاي الزيادة بسهولة يعني حتى أكثر من مرة حكيتي عن فيتامين دال يعني فيتامين دال لما يكون قليل بالجسم معناته الجسم ما بيحرق فبعياته بيخزن فمعناته بواحد ممكن يزيد وزنه أكيد سبب رئيسي لتحرك الخلايا الدهنية عندي بالجسم بالإضافة لحرق السعرات الحرارية هو وجود نسب صحيحة من الفيتامين دال عشان هيك الأشخاص اللي ما بيكون عندهم فيتامين دال بيشعروا دائما بالخمول بالتعب بالشعور بالنوم طول الوقت هذا بيكون سبب رئيسي منهم هو نقص الفيتامين دي طيب شو لازم نعمل هلأ يعني ما في حال شكله بيزبط لكل الحالات لازم نعرف إذا مثل العضل لازم نعمل رياضة أو هيك صحيح ايش تنصح الحلول في عندي طرق معينة ممكن أني أنا أرفع من نسبة الأيد وممكن أنها تشتغل مع 80% من الأشخاص اللي ما عندهم أمراض عم بتأدي إلى زيادة الوزن من هاي الطرق الغذائية أولا زيادة استهلاك البروتين مثبت علميا أنه الأشخاص اللي بتاكل بروتين أكتر نسبة الحرق عندهم بالجسم بتكون أعلى في عندي بعض أنواع من الأغذية بتطلب سعرات حرارية أكتر لحرقها فجسمي بيطعب أكتر بهضم البروتين فبيحرق سعرات حرارية أكتر خلال عملية الهضم نحن بنسميها Thermal Effect of Food أو تأثير الحرارية تبع الأغذية هذا التأثير بيؤدي إلى حرق 15 إلى 30% سعرات حرارية أكتر عند استهلاك هاي الوجبة مقارنة مع 5 إلى 10% ارتفاع بنسبة السعرات الحرارية اللي بيحرقها الجسم عند استهلاك النشويات و0 إلى 3% لما بنستهلك الدهون فممكن أولا أنه نحن نستهلك بروتين بنسبة أعلى على كل وجبة في دراسة كمان بتحكي أنه الأشخاص اللي بيستهلكوا 30% بروتين خلال اليوم من النسب الأغذية اللي بيستهلكوها السعرات الحرارية اللي بيستهلكوها خلال اليوم بتكون أقل بنسبة 440 سعر حرارية فهي نسبة كتير عالية بروتين اللي بيشبع مية بالمية نحن 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 نستهلك السوائل أكثر كل ما أخذنا نصف لتر مي أكثر خلال اليوم منزيد من حرق السعرات الحرارية بنسبة 10 إلى 15% فالمي عام الرئيسي إنه نحن نحن نحرق سعرات حرارية لأنها هي بتفوت بكل العمليات الكيميائية الأيضية اللي بتصير عندي بالجسم فبدون وجود المي اللي هو عامل أساسي هاي العمليات الكيميائية مش رح تتم بالطريقة الصحيحة فخلينا ننتبه على استهلاك السوائل وفي بعض من الدراسات بتقول إنه المي لازم تكون باردة لنرفع درجة حرارة الجسم ولكن أنا مش كثير بتوافق مع استهلاك المي باردة لأنه مرات بقولوا لك لازم مي دافية يعني كل مرة بقولوا لك إشي تاني أنا بوافق أكتر على فكرة المي الدافية لأنها هي عن جد بتسهل عملية الأمعاء ومثبت علميا وحتى مثبت من الإكسبرينس أو تجربة الأشخاص لكن المي الباردة مش كثير أنا مفضلها ولكن هاي الدراسة وشو بتحكي أوكي ثالثا ثالث شغلي بدنا نركز عليها أنه نحنا نزيد الكتلة العضلية اللي عندي بالجسم دائما لما يكون عندي نسب عضل بالجسم عالية بيكون عندي الحرق عالي عشان هيك الرياضيين بنكون بنشوفهم مشوبين حتى وهم قاعدين ما عم بيمشوا وما عم بيلعبوا رياضة لأنه عم بحرقوا وليك دم محامي ايبا هو عن جد بيكون لأنه بحرق سعرات حرارية أكثر الكتلة العضلية عندها قدرة على حرق عشر أضعاف السعرات الحرارية اللي بتحرقها الكتلة الدهنية فأنا بكون عشر أضعاف عم بحرق لما أكون قاعدة ما عم بعمل ولا إشي لما يكون عندي نسبة عضلات أكثر من نسبة الدهون بالنسبة للنسبة الصحيحة لكل كيلو جرام من العضل لازم يكون مقابله نصف كيلو من الدهون للنساء فأنا إذا عندي عشرين كيلو جرام من العضل بجسمي مفروض الدهن يتراوح ما بين عشرة إلى تناشر كيلو كحد أقصى أما الرجال لازم لكل كيلو عضل لازم يكون تلتو دهن للأسف اللي عم منشوفه حاليا مع زيادة البدانة عنا عم منشوف أنه لكل كيلو عضل عم بيكون الحمل تبعه 2 كيلو من الدهون أو أكثر فمنشوف الأشخاص عندهم نسبة الدهون تتراوح ما بين 30 إلى 50 بالمية اللي بحط عبئ كتير كبير على العضلة فالعضلة ما بتقدر تنمو بالطريقة الصحيحة وبيأدي إلى تكسر العضل أكتر وبصير بدل التالي واحد بصير يكسب وزن ببطل يقدر يخسر مية بالمية أوكي ضل إشي فيه كمان أشياء إذا معنا وقت نقدر نحكيهم ممكن انتها أوكي ما فيه مشكلة شكرا جزيلا رندي سعد صباحي سعد صباح